رفقة الأستاذ والباحث محمد أحسي لمتخزف التغذية صباح النور سهلا إذن اليوم نتكلم عن الموضوع اللي يخص دائما التغذية دينا وهذا المرض التغذية دي المواضيع دي جاء درجناها وتكلمنا وتفصلنا فيها من ناحية الحديث دينا للكميات والكيفية القيمة الغذائية دي لهم الناس هذي الناس المصابين ربما بهذا الأمر هذي أشهر الحاجات اللي ممكن أنهم يخدوا في وجباتهم الغذائية باش تبغي تبدأ بالكوليستيرول أو لا يعني بمرض آخر اللي ممكن أنا نتكلمه على تغذية دياله مرحبا إذن بطبيعة الحل لمذكرنا واحد المجموعة ديال الأمور فيما يخص عشنو المواد الغذائية و عشنو هي المكملات الغذائية اللي تنفع كل نوع من الأنواع ديال الأمراض اللي طرقنا لها غادي نحاول اليوم ندرجو الواجابات الغذائية لكل نوع من أنواع الأمراض ولا يعني يقدر الله أن هاد شي كله نوفيه لحق دياله اليوم فبيع ونعمات سنو نكملو إن شاء الله في الحلقات المقبلة و غادي نبدو على بركة الله بأول آآ يعني علة اللي ممكن تقيس الإنسان وهي الأنيميا آآ الآن احنا كنعرفو بانا كان فيها مشكل ديال نقص في الحديد او لمشكل ديال الوحد المحافز لدخول الحديد الى الدورة الدموية كذلك يقدر يكون هناك مشكل ديال واحد مجموعة ديال الفيتامينات اللي نقصين هاد المواد هادو كلهم اللي نحاولو خصوم يكون عندنا في الواجبات الغذائية علش لما نديروش واحدة اطبق لمنها احنا كننحاولو لبيو الحاجات الغدائية للدات دينا ومنها كذلك يكون فيها مواد غدائية اللي ممكن تنفع الجسم في يعني تهيئه لانتاج وفي تهيئه لادخال العناصر التي ممكن انها تخلي القرية الحمراء بشكل كافي والقرية الحمراء اللي احنا كنعرفو الدور ديالها في توصيل الاكسيجين الى كل مكونات الدات وكذلك هناك وظائف اخرى اللي تأديها للكرية الحمراء على المستوى الدات دينا فالتواجد ديالها بشكل قوي والتواجد ديالها بشكل اللي هو مقبول مطلوب في الدات دي دينا. اذا غاتي نحاولوا ان شاء الله نبدوف هاد هاد العائق اللي ممكن يعاني من واحد بجموعة دي المغاربة اللي هو والفطور نحاول نعطوه الفطور اللي ممكن يفيد الناس اللي عندهم مشكل ديال الانيميا. ما بين الاشياء اللي نقدرون نعطوك مثلا وجبة اولى ديال الفطور وهي الخرطال. الخرطال الى كان مدعم ما يسمى بعض فواكه خاصة الفرز والبرتقال والكيوي. انا كان نعرفوا بان الفرز والبرتقال والكيوي غنية هاد الموت كلها غنية بلا فيتامين سي. وكذلك الدهون الايجاد الدهون الجيدة. اه متل زرعة دي الكتان ومتل كذلك حبوب هادو كلهم ممكن ينفعوه في تفعيل الانتاج ديال الكورية الحمراء وفي اه يعني ادخال الكمية الوافرة من الحديد وكذلك الفروسك منهم اللوز وكذلك القرقع هادو ممكن نصوبوا واحدة زلافة فيها هاد الخالط هادو اللي مكون من الخرطال مكون من الفرز والكيوي والبرتقال علش الله وكذلك نحطو معهم يا اما الحبوب ديالشي او اللي زرعة الكتان وشوية ديال فروسك هناك يكون ذاك زلافة ديال انك تكون غانية وفيها كل الوسائل وكل مواد اللي ممكن انها تلعب دور في تحفيز الانتاج وتقوية الكم ديال الكورية الحمراء في الجسم ديال الانسان. هادي كما كيقولوا الوصفة الاولى اللي ممكن اننا نعطيها كهاتي المستمعي الكرام فيما يخص المسائل اللي لها علاقة بالانيميا. كذلك الفطور او الوجبة التانية ديال الفطور اللي ممكن كذلك نقترحوها على المستمعين الكرام. وهي الخبز الكامل. ويكون فيها انتارتين انتارتينيوها بالزبدة. يا اما الزبدة البلدية او لا الزبدة ديال القرقع. ديال الحمد لله والا تكتبها في الفلاقرونت سيرفاس. ممكن اننا نصحو بها ونصحو الاستعمال ديالها كتارتين الوجهات ديال الخبز الكامل. بمعنى انه يخصوه يتخذ بالنخالة ديالو. تكون كذلك طبيس الحدانة اللي فيه شوية ديال الكوية ديال برتقال. لانه احنا كنعرفو الكوية البرتقال مواد اللي غنية بفيتامين سي اللي كتساهم بواحد شكل كبير في ادخل الحديد الى الدورة الدموية وبالتالي تحفيز الانتاج ديال القرية الحمراء بواحد شكل اللي يكون شي انما ممتاز. كذلك منسوش نصابوشي سموزي بالسابان اخو. السابان احنا كنعرفو بانها غنية بالحديد. البانان غني بالفيتامين بسيس. وكذلك الحليب اللي يكون شوية غني اه نعزوه بالفيتامين بيدوز والفيتامين بناف. فهد الفطور هذا الى كنا درناه بها الطريقة هدي ممكن اننا نحطو اي الحديد اي المحفزات ديال الادخل ديال الحديد للدورة الدموية. وبالتاني اه تخفيف العب اه لا دوك الناس اللي كيعانيهم مساكن من المشكل ديال الانيميا. عدو جوج ديال الوصفات ديال الفطور اللي ممكن قدروا نعطيهم كهات ديال المستمعي للكرام. وانتمنون الله سمعتنا انهم يكون اه فيهم فائدة على المستوى ديال الاداء ديال الجسم ديال كل واحد فينا ولا كل مسكين. كل واحد كيعاني من هاد المشكل ديال النقص في الكورية الحمراء او لا بالانيميا. فيما يخص الوجبات ديال الغداء. بالنسبة لوجبات ديال الغداء كنصبو هاد الاصاد اللي غاي تكون فيها اه العدس. وكان عارفو بان العدس غاني بالحديد. وكذلك الخضروات نيئة. يعني ما طيباش ما دايزاش فوق فوق النار فوق العافية. اه وخاصة الفلفلة. واحنا كنعرفو بان الفلفلة الخضرة والفلفلة الحمراء غانية بالفيتامين سي. وكذلك الحمراء غانية بالحديد. ومضادة الاكسادة اللي هما مهم من جدا. في العملية ديال التحفيز ديال الانتاج الكورية الحمراء. وكذلك المطيشة. والقرعة. والخيار. المطيشة. والقرعة. والخيار. والفلفلة الخضرة. الفلفلة الحمراء. كلهم غادي يكونوا من الاشياء اللي غادي تعاون بشكل او باخر. في اولا ادخل الحديد الى الدورة الدموية. وكذلك المحفزين لادخال هذا الحديد الى الدورة الدموية موجودين مجموعين. وبالتالي ممكن ان دوك الناس اللي كيعانيهم بإذن الله من الانيميا. نخفو عليهم لعب. كذلك هاد هاد اللي اتخاذت الخضرة يعني ما طيباش. ودرنا عليها عصرنا فوق الحامض. نعم. عصرنا فوق الحامض. اولا اللوغو كيكون في المستوى العالي. تانيا بهادك اللوغو بهادوك المكونات اللي كان في هذا الخالط هذا. غادي نكونوا بإذن الله حفزنا. الادخال ديال الحديد الى الدورة الدموية. وما ننسوش. فالوقيتها اللي كيكون عندي المسائل الخضرة كأن ناخدها بشكل نيئ ديالها. نمضغها مزيان. نمضغها نمضغها حتى نشوفها واللات بحل محل سائل على المستوى ديال الفم. عادك ساعة ندخلها للدورة الدموية. ندخلها للجهز الادمي ديالي. او الماعدة ديالي. وهدو كل هم غا يكونوا وسائل وآلية اللي ممكن انها تعاون الجسم انه يدخل الحديد. وانسان في البناء ديال كورية الحمراء بشكل جيد. نعم. كذلك كان لدينا الوصفة الثانية اللي ممكن نقترحها في في الغداء. ايه. وهي الجاج اللي يكون آآ طيب على العافية. جرية. جاج جرية. او لا الحوت جرية. هادك الجاج جرية ولا الحوت جرية. احنا كنعرفوا بانهم آآ فيهم خاصة لفيتامين بيدوز. ولا فيتامين بيدوز. احنا كنعرفوا بانه الفيتامين بسيس بنا في بيدوز. هادو كل هم مواد مهمة جدا لإنتاج الكورية الحمراء وتحفيز الانتاج ديال الكريةال الحمراء. كذلك هاد هاد البوصان اور الدجاج غريك. اولا كوريا. مع السبينutك. دونك هادو كل هم. ونضيروا لهم شوية ديال لسيترون باش انه لسيترون غادي ساعد اولا في لاعطاء الفيتامين سي اللي غادي يحفز الادخال ديال الحديد والادخل الحديد هادو من من الالية الوسائل اللي ممكن نبنيو بها ونتجو بها الكافي من الكوريات الحمراء اللي غادي تساعد بشكل او باخر في اه توزيع الكورن الوكسيجين على كل مكونات دات ديالنا. احنا احنا تكلمنا عن جوج ديال الوصفات بالنسبة للفطور وجوج ديال الوصفات بالنسبة للغداء. وهذا الجوج ديال الفطورو ديال الغداء باذن الله ممكن انه الانسان اللي اخدهم بعين الاعتبار. يكون وسيلة من الوسائل ديال تحفيز انتاج الكوريات الحمراء بالشكل الكافي. وانا مساكن دوك الناس اللي كيعانيه من 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 مشاكل على المستوى ديال هذا القلة ديال الكوريات الحمراء. الان يكون هناك امكانية تحفيز الفيزيولوجيا العامة لانتاج الكوريات الحمراء. نعم. ما زر رجل. دائما في واجبتنا. اذا وصلنا الوجبات ديال العشاء. هو الوجبات ديال العشاء ان شاء الله كدليه كتايا نعطوه فيها جود الوصفات لوصفها الاولى. غادي غادي تكون من من ستاك ديال البقري. علش لان ستاك ديال البقري كيكون غني بالحديد. والحديد اللي كيدوز مباشرة للطورة الدموية. وما يكلف ما كيكلفش الجهاز الهضمي واحد العناء. ديال شكون هو المحفيز اللي غادي يدخلو للطورة الدموية. كذلك البروكولي. البروكولي احنا كنعرفو بانه غني بالحديد بالفيتامين سي. دكرة هو هو الفريق ديالو قادرين الى اساس انهم يدخلو للطورة الدموية. يحاولوا يعاونوا الجسم الى اساس انه ينتج الكوريات الحمراء للقيام بالوظائف ديالو على احسن ما يرام. الكينوة. الكينواتها من المواد اللي كتنصح بها ان الناس المصابين بالانيميا يعزوا بها الجهاز الهضمي ديالهم وكذلك الدد ديالهم من خلال دوك المكونات اللي كتعطينا الطاقة وحديد ومواد اللي غا تحفز الجسم على انتاج الكوريات الحمراء. الباربا. الباربا لانه احنا كنعرفو بان الباربا غنية بلا فيتامين او بالحمد الفوليك. وهذا احنا كنعرفوه من الاساسيات ديال انتاج الكوريات الحمراء. ادان اللي اخذينا ستاك ديال 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 بقري. اللي كنا غني بالحديد اللي كيدخل مباشرة او نقدرو نعزو. سبحان الله كليتانا شي حاجة قليلة من اللي ستاك. نقدرو نعزو بالبروكولي والكينوة. وكذلك الباربا. وهدو كلهم غادي يعطوني الامكانية والقدرة ديال اه دخول ما يكفي من من الكورية الحمراء. وآآ كذلك المواد اللي ممكن كتساعدني على انتاج الكورية الحمراء. بشكل كما كيقولو سالس. نعم. الوصفة التانية دي العشاء اللي ممكن كذلك نقدمها كهدية المستمعية الكرام وهي الحمص. الحمص كما كان نعرفو يا اما الحمص نطيبه على شكل بسارة او لا نطيب الحمص اللي يكون مسلوق اللي نسميه طيبهاري. هاداك الحمص اللي كيكون بريكل كامون ديالو بدكتاوبيل ديالو. فهو مفيد جدا الجسم ديال الناس اللي عندهم مشكل ديال الانيميا. وكذلك بعض الخضروات معهد الحمص يكونوا تقريبا في اطباق متجاورة مجاورة ولبعضياتهم. الخضروات يكون فيها الخزو. والفلفل الحمراء. والفلفل الخضراء كذلك. والكورجيت. هادو كذلك من الاشياء اللي كتكون غنية. فيتامين سي. فيتامين بينف. فيتامين بيدوز. وكذلك الحديد اللي غد يساهم بشكل او باخر. في الانتاج ديال الكورية الحمراء اللي احنا بحاجة لها بالسبب الناس اللي يعانيهم من المشكل ديال الانيميا. كذلك الرز البسمتي الكامل. هادا كذلك من المواد اللي كتكون غنية بعض الفيتامينات اللي غد ساهم في لانشاء وانتاج الكورية الحمراء. الخلاص ما ما ننسوش المطيشة. ودائما هاد الخضروات والله هاد الشلاطة اللي ممكن اننا نصوبها مكونة من هاد الامور. كل ما اخدناها خضرة. كل ما نحطو عليها واحد اللي فينا واحد الخط. واحد العصير ديال الحامض. لانك نعرفو بان الحامض محفز رقم واحد. لادخال هاد المواد الغدائية. واحنا دائما فاش كنقولو البروتينات النباتية. كنحطو وحدها كذلك لسريال. او لكن الحبوب. قلناكو بلا قلناكو بلا الحمص وحطينا احدها للروز. لان بعد مرة كيكون عندي كما يكلو تشكيلة ديال احماض الامينيك تقدر تكون نقصة. فلما كنخلط ما بين وسريال او لما كنخلط ما بين قطاني. والحبوب. غالبا ما كيكون عندي هادك ديال احماض الامينيك كامل. وبالتالي الجسم ممكن انه ينتج البروتينات اللي غاد يتساهم في انتاج كذلك الكوريات الحمراء. وهكا غايكون عندنا جميع الوصفات اليومية ديال جميع الوجبات اللي ممكن نعطوهم قدمناهم كها ديال الناس باش انهم اتفادوا او لا يحاولوا يعاونوا جسم ديالهم على انتاج الكوريات الحمراء واداء الوظيفة ديالهم على احسان ما يرم. نحن. قبل قبل ما ينعس الانسان. قبل ما ينعس احنا نخصنا بعد المرات كندوزو على في الغابة ولا كندوزو في اماكن متعددة وكلقوا الوراق ديال اقول لها كلقوا الحريقة ووقفة بعضيته. وبحالة كنتهربوا من هو ما كان نعطوهاش القيمة الكافية دينا. هادوك هادوك الوراق ديال الحريقة بفيها بس اننا نقطعهم يكون عندنا شي شي ديال البلاستيك ونقطعهم ونجيبهم فالناس اللي عندهم الانيميا كيعانيهم من المشكلة ديال الانيميا يحاول يبقوا ديرو ديتيزان اباس ديال الوراق ديال الحريقة. لها ضور كبير في اعطاء الجسم ديالنا الاملح المعدنية. وكتعطيني كذلك واحد الواسط قاعدي. ويلا عززناها بواحد الحليب ديال اللوز او لحليب ديال الصوجة وقدرنا فيه لفيتامين بيدوز ولفيتامين بينف. هنا بقبل ما عزز ياخد الانسان هاد هاد تيزان هدي. باب الحليب ديال الحليب ديال اللوز او لحليب ديال او لحليب ديال الصوجة. وزنا عليه الفيتامين بيدوز وزنا عليه الفيتامين بينف ودرنا عليه لفوي الاوراق ديال الحريقة. فهنا اولا نعز كيجيب واحد شكل عجيب. وثانيا من كان اطيع الجسم دياللي المحفزات لانتاج الكورية الحمراء. هنا الناس هات بغيت تعرف الكمية والكيفية مني كان نقول الوراق ديال الحريقة. الناس هات بغيت تعرف شحال ورقة زوج. اه كان عارفوا اي حاجة كزيد على الحدد ديال خاصة في النباتات وغيرها في الاشهاب وهذا. الانسان مخصوش يدر ديال دوزلية كثيرة ومخصوش يخلط ايضا. هنا شحال تقريبا. في ما يخص في ما يخص لتيزان. ما ما كهمش العدد ديال الوراق اللي تحطوه لانا التيزان كيكون ديالجة بحل مثلا مجموع مع علقاء كيكون ديالجة هو مصيب. ايوه. هذي احنا هنغن نقدوها. هنغن نصيبوها. احنا هنغن نصيبوها ايه. اغير باش ما يكونش هناك تخوف عند المستمعي الكرام. ومثلا في الشمال عندنا في جيت بن قريش كنا كان مرارا واتكرار ديال منطقة. والحمد لله كيديرونا البقولة كاملة. ذاك طاجين كبير ديال الحريقة. وكان بقونا كلونا 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 تبارك الله واحد اللي بنا فيه عجيبة وعجيبة جدا. فهدو كل ما كتاخده في وقتها غير هو الوحد نوع ديال ناس كيكون عندهم عسر الهضم ديالهم خاصة لكان بالليل. ولو باش ميكونش انا عندي عسر الهضم بالليل. عشنو كن نخد كن نخد معلقة كبيرة ديال الوراق ديال الحريقة. كنزيدها على ذاك الحليب اللي كيكون سخون ديال ديال ديال. كتي حليب اللوزة او للسوجة. وكان زيد عليهم لا فيتامين بيدوز ولا فيتامين بنف. وهناك تكون عندي شربة غانية اللي ممكن انها تحفز ليا الانتاج ديال الكورية الحمراء وبالتالي الخروج من ديال الوحكات ديال الانيميا بإذن الله. دونك اللي مشينا بهذا نوصى من الفطور تالي عشاء زائد انتزان لغادي الناس قبل قبل الناس ممكن اننا بحالة كنعاونوا وكنبوستيوا الانتاج ديال الكورية الحمراء للجسم دياله ولكن 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 هما هنا بعض كذلك بعض النصائح اللي ممكن ان نعطوها المستمعي الكرام وهو انه سفرية انا كنوجد باش انني انتج الكورية الحمراء ولكن ما نفكرش نشرب قاتي وما نشربش القهوة بس كل القهوة ممكن يكون يشكلو عائق في ادخال الحديد الى الدورة الدموية وحنا كنعرفو بان الحديد ما بين الاسس ما بين الفقارات الاساسية ديال انتاج لكورية الحمراء فالما ادخلش الحديد رابح لك نخوي المفرم لا ثم كذلك في الوقت اللي نشوف راسي بانني نسدوك لفيجيتاليا اللي كي ياخدو غير النباتين هاد النباتين كتقول المودي ما عمرك غيكون عندك الكم الهائل او الكم الكافي ديال انتاج كورية الحمراء لانا كن هناك بعض الاحماض الامينية اللي كيكونو نقصد اشنو كندير كنقل المودي دائما نحاول تخلط ما بين القاطاني وما بين الحبوب القاطاني والحبوب فاش كد اجمعهم بجوجهم كيعطيوك كما كيقولك الباك ديال احماض الامينية كامل وبالتالي ممكن جسم ديالك لانتاج ياخد ما يحتاج لانتاج كورية الحمراء بشكل تلقائي وفي ما كن ناخد الاشياء النباتية لابده ما نفكر يكون حدها لانا سان فيتامين سي لاذا كنو كن نقوله الحديث نون امينيك نون امينيك ما ما يقدرش يدخل هادي فيما يخص لما كن ناخد البروتينات النباتية خسن دائما ناخد معها هاد الامر هادا وناخد معها البيتامين سي ويلاخد البروتينات الحيوانية هنا كنعرفوا بانها كتكون غنية بالحديد اللي كيدخل بسرعة وبالتالي كيكون الامتصاص ديالو كيكون بشكل عادي فهلا اخدت اللحوم واخدت الدجاج واخدت الحوت كنعرف بان الحديد ديالو غايدوز بدون ما يحتاج لشي مساعدة من الفيتامين سي بار كونتر الاخدت اللي اسمته البروتينات النباتية او للحديد نباتي هادا الدخول ديالو كيطلب ضروري التواجد ديال الفيتامين سي باش يكون الدخول ديالو ولكن الحديد لا في هادي ولا في هادي باش انه يدخل بامان وما يكونش هناك بعض اللي اسمته العراقل كنقول دائما خسنين اناخو انبعد من هم الحديد وانبعد منهم الشاي باش انهم ما يتقادوش بالامكانية ديال الدخول ديالو بعد القهوة والشاي الشاي والقهوة هادو بجوج ميتخدوش مع مع الاشياء اللي كتكون غنية بالحديد لانهم كيوقفو العملية ديال دخول الحديد الى الدورة الدموية ممتاز